تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نقاش كراوي اللي بتجيكم مني أنا كل خميس وكالعادة يعني موضوع لينون ميسي لازم ما يمشي بس بفيديو اثنين بس الفيديو هذا تحديدا زي ما تعودنا بنقاش كراوي ما بتكون نقاشاتنا كثير جوا كرة القدم نحاول نحكي شيء عام ممكن خليني أحكي قضية ميسي خلتني أوقف مع خمس نقاط إنسانية اجتماعيا مع إنهم عراقة بالرياضة بشكل مباشر بس خلينا أوقفهم واحدة واحدة وبيدي منكم بالتعليقات في النقاش نقشوني أنت صح في هاي غلط في هاي معك حق في هاي بس أنتبه لكلامك هون في شيء خطأ بهذا الكلام خلوني نبدأ بالأولى إحنا فعلا كبشر ممش بس العرب كلنا عنا مشكلة حقية بإنه منطلب من الناس الشيء اللي إحنا ما بنعمله لما يطلعوا ناس مسؤولين مهمين معروفين ويقول لك يا ميسي أنت ما بتحب برشلونة إلحب مجانا انسوا قصة القانون إنه برشلون بيقدرش يسجلوا مجانا أساسا لأنه نعرف زي قانون ممنوع العقد الثاني يكون أقل من خمسين بالمية من العقد الأول بس انسوا القانون أنت لو كنت بشركة وبتحب الشركة وبتموت بالشركة والشركة إجت قلت لك اشتغل ببلاش عشاني هتوافق؟ ما تقول ليش ميسي غني موضوع الراتب هذا الشيء بدخله فيه كل الناس بمبدأ إنه شغلي ومكافأتي هذا أولا هذا أول شيء هل إحنا بنوافق؟ لا والشيء الثاني العكسي لو ميسي صار مستوى زيرو يعني راتبه سفر زي ما الناس بدها مستوى زيرو برشلونة بيخليه؟ طبعا لا فالمسألة ما نطلب من الناس أشياء إحنا ما بنقدر نعملها إحنا لو إن عرضت علينا ندوم أسبوع بدون راتب وإحنا مناخد راتب متعودين لا هذا ظلم وحضنا نشكي وكذا وحتى أنت بتحب الشركة فخي نكون وقعيين نطلب دائما من الناس عم أشوف كثير طلبات بالسوشال ميديا بتجي الأشخاص الناس عارفوا بتطلب منهم أشياء مستحيلة منهم بس لأنه إنت على السوشال ميديا سهل تطلب وتكتب مقالة مئة كلمة وتكتب أيها المسي البخيلي أيها المسي الخائن ودموع التماسيح وكل هذا الكلام بس حطها لك مكانه حتقول مش عارف هدول ليش مش مقدري موقفي نروح على الشيء الثاني قيمتك فعلا بتظهر لما ترحل رحيل ليونان ميسي خلاني أشوف شيء نريب خلاني أشوف تمسك بالأحلام عند جماهيد برشلونة يعني هذا الخبر اللي طلع ليلة العقد أنه والله في عقد برشلونة قدم والكل عارف ما في عقد تقدم بس الناس حابة تتصدق الناس نفسها تمسك الحلم لأنها بدها ميسي يضل معها الصدمة اللي صارت بعد مالابورتا فهمنا أنه حيجدده وتاني يوم بطل يجددله الصدمة اللي صارت بين الناس نشوف تعليقات ما بعرف يعني تعليقات واضح التأثر فيها أكثر من أي لاعب شوفته الحياتي الناس تتأثر عليه شيء غريب صراحة الانتظار 24 ساة يستنوا بفرنسا يجيب الطيارة ووصلته والعظم اللي أحاطت فيه قيمة الواحد يتبين لما يرحل جمهور باريسي يعني تبين كأنه حقق دور الأبطال أوروبا فالقيمة فعلا تظهر بلحظة ما تتحرك بلحظة ما تبعد هذا شيء بكل حياتنا بشغلنا بعلاقاتنا بصداقاتنا تبين قيمة الشخص بعض الحين الناس تتعود بعض الناس بضغط قانن تكاء وتناقش لكن لما يرحل حتى بعض المشاعر السلبية اللي من الجماهير اللي بتشجع ند هذا اللاعب لفرق أخرى لأنها بتروح فببالش تبين الحقيقة للجميع قيمة ما إجا مثلا في التاريخ بملكها ليونال ميسي يعني طيارته والاهتمام بخبر طيارته كأنه منتكلم عن دونالد ترم رايح يزور كونه الشمالية هذا باختصار قيمتك بتبين لما ترحل وفي شيء رابع كثير مستفز وكثير لازم يفهمه إحنا كعرب عنا كارثة بمفهوم العمل الصحفي بمفهوم الخبر الصحفي مش عم منميز بين الخبر الصحفي والحقيقة العلمية بين الخبر الصحفي ومش عارف شو أحكيها والكلام المقدس وأي شيء بدكم إياها عنا مشكلة كبرى لما مراسل صحفي مثل أشرف بن عياد اجتهد وطلع على الكاميرا وقال لك أنا جبت الخبر من أربع مصادر أنت كصحفي مطلوب منك تجيب الخبر من مصدر مصدرين موثوقين وتكتب قصتك إزا ما بيقول لك جبت من أربع مصادر وأكدوا لي أنه حيجدد وما جدد مش معناها أنه أشرف كذب عليكم مش معناها أنه الصحفي الثاني كذب عليكم معناها أنه في شيء تغير في الدنيا وفعليا هذا اللي حصل وطلع مصي شرح لكم أنه تغير وفيه ضلط فئة ناس ماسك شخص معين وتهاجم فيه ونس يوميت صحفي كتالوني حكوا أنه برشلونة جدد عنا مشكلة في فهم العمل الصحفي إذا أنا بدي أصير أخاف أغلط وبدي أصير أخاف أحكي رأيي وبدي أصير أخاف أجتهد صحفيا بتكلم نسحته مش رأيا صحفيا الرجل اجتهد وعمل وتم التخطيم بهذا الشكل لا عنا مشكلة في فهم العمل الصحفي عنا مشكلة في فهم شي يعني صحافة هذا النوع بس هذا مش صحافة. اتخيلوا انتو الاجانب كم خبر انتقالات بيجي عندهم واشي بيكبر وبيطلع باخير غلط. وصحفيين بحطوا اسمائهم ما بيخافوا. ما بيتم ذبحهم وتحطيمهم اعلاميا بهذا الشكل. لازم نفهم انه اساس العمل الصحفي. الصح والخطأ. المطلوب المنهجية تحت العمل. مش انه اذا شيء تغير تحملني مسئوليته. المنهجية يكون عندك مصدر تحكي معاه وتتأكد من مصدر ثاني. وبيجي صنب مصدر ثالث. وتعمل خبرك. اما بعد ذلك لو تغيرت الدنيا انا شو دخني. هدا عنا مشكلة كبيرة وانا حزين جدا على اللي صار مع اشرف اللي انا ربما يعني كشخص اختلفت معاه بعض المواقف ومسحت معاه بعض المواقف. لكن في بعض المواقف اللي ما يكون اش زلمي عامل شغله. وشغال مهنته. وعمل كل شي صح. ونقوم عليه بهذه الطريقة. لا لا. عندنا مشكلتين. عندنا مشكلة الاولى. مشكلة انه احنا منحب ندخل بالموجة ونهجم. والمشكلة الثانية انه احنا مش فهمين شو يعني فعلا شو دور العمل الصحفي. اما الدرس الخامس اللي نوقف معاه فهو مهما كذبت. ومهما طولت وانت تتنسج احلام وخيالات. الواقع اقوى من كل حلم واقوى من كل خيال. ارض الواقع. ارض الارقام. ارض الحقائق هي الاهم. وبتكلم عن اللابورتا. اللي نسجل الناس احلام. واللي باع الناس احلام. واللي تكلم عن تجديد. بالاخير طلع بيحكي عن فارغ بيع عشرات يعني ثلاثين بالمية واربعين بالمية. طلع الرجل يعني بعيد كثير عن الواقعية تاعته. طلع الرجل بعيد كثير عن المنطق. تخيلوا يمسي لو قلوا بديش انا الزراف بي خمسين بالمية. شو كان حيكون الفرق بينه وبين سقف الرواتب كان حيكون كارفي. الشعبوية هادي وحب الشعبوية هادي ويلا والناس بتحبني عشان اللي عملتو بالفين واربعة. لازم يرتبط معها عمل حقيقي عمل منطقي عمل علمي. هذي كرت القدم الحديثة. في الملعب وفي الادارة هذي هي باختصار. فحاول يخب الواقع حاول ينكر الواقع لكن بالاخير الواقع انتصر. وهذه الطبيعة يعني ما نحاول دائما نخدع نفسنا باوهام ونوهم الناس حاولنا باوهام. انه بالنهاية الناس كلها هتعرف الواقع. هذي بالنسبة لي حلقة نقاش كروي اليوم بتمنى منكم بتعليقاتكم. اتعلقوا على هذه النقاط او تقترحوا علينا دروس اخرى. تعلمتوها لحياتنا. من وحيل ميسي. نوصل هون لنهاية تهاية الحلقة. كنت معكم انا محمد عواد. الرجاء تتركوا لايك على الفيديو. او تشتركوا بقناة سيفي سبوت على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله.